السلام عليكم اليوم جايين نشوف كيف نعدل على الويندوز ونخليه أجمل وأفضل وفيه مميزات وخصائص أكثر فإذا كنت مهتم كمل معي أولا لازم ننزل البرنامج من الموقع الرسمي والرابط رح يكون تحت الفيديو بس أول خطوة أهم خطوة أنه نروح نعمل نقطة استعادة عشان في حال صار أي شيء خطأ لا سمح الله This PC فوت على Properties أو خصائص System Protection أو حماية النظام حدد القرص اللي فيه الويندوز سوي نقطة استعادة الآن حمل البرنامج بعد ما تشغل البرنامج رح تقدر تشوف كل المودز اللي بتقدر تضيفهم على الويندوز لا تعديله من كل نواحي كمثال خلينا نأخذ مثال في ويندوز 11 بتقدر تحط الماوس على علامة السماعة بالأسفل وتحرك عجل الماوس عشان تزيد أو تنقص صوت السماعات وهالشيء موجود بالويندوز 11 عادي بدون مودز بس اللي ما بتقدر تسوي أنه تحط الماوس في أي مكان على شريط المهام أو الـ Taskbar وتحرك العجل فما رح تشوف أنه الصوت بتأثر أو بعلا أو بنخفض هالمود يجى وحللك المشكلة اضغط على تثبيت Install رح يحذرك ويحكي لك أنه لا تنزل المودز إلا من الناس الموثوقة لأنه إذا في خلال بالمود ممكن يعمل خلال في الويندوز لهيك دائما تبع على التفاصيل تبعة المود من بره لما تجدك تحمله وكم نجم المستخدمين مع طينه وافق وثبت المود وحاليا وان ما أحط الماوس على أي منطقة بالـ Taskbar أو شريط المهام وأحرك عجل الماوس للأعلى أو الأسفل صوت الويندوز رح يتغير معي بارتفاع أو انخفاض في الشاشة الرئيسية رح تشوف المودز المثبتة عندك فبتقدر بكل بساطة أنك تطفع وتشغل المود اللي أنت بدكيها مثلا فيه مود بيعدل على الـ Start Menu أو قائمة إبداء تبعة ويندوز 11 عليها 12 ألف مستخدم بنزلينها وخمس نجوم تقدر تشوف التفاصيل والصور الخاصة بالمود قبل التثبيت مثل ما أنتم شايفين لسا القائمة طبيعية للتعديل بس فوت على الإعدادات تبعة المود Settings اختار الـ Style من القائمة واحفظ التغييرات طبعا القائمة أنا عندي كبيرة لإني أنا عامل الـ Windows 125% عشان التصوير وهيك صار عندي قائمة إبداء شفافة وشريط المهام شفاف ومستكشف الملفات كل الـ Windows شفاف خلينا أرجع حجم الـ Windows الطبيعي عشان نشوف شكل القائمة هيك أنت بتكون عرفت كيف تخلي قائمة Start شفافة أما إذا بدك تخلي مستكشف الملفات لـ Explorer يصير شفاف أو شريط المهام Taskbar يصير شفاف شوف الفيديوهات اللي بالوصف وهيك من خيار Explorer بتقدر أنك تبحث بكل المودز اللي موجودة كثير جدا من المودز موجودة على البرنامج اللي بتعدل على شكل الـ Windows وخصائصه بتقدر تعمل Customization كامل للـ Windows مما بيخلي الـ Windows أفضل وأجمل وبيقدم لك خدمات أكثر طبعا بتقدر تبحث عن أي شيء بمربع البحث اللي موجود لما كتبت Taskbar طلعلي كل المودز الخاصة بالـ Taskbar أو شريط المهام والتعديل عليه في حال حبيت ترجع الوضع قبل نقطة الاستعادة أو قبل تثبيت البرنامج أو حبيت أنك تحذف البرنامج بس ارجع على خصائص تبع الـ This PC وفوت على حماية النظام System Protection اختار قرص الـ Windows اختار نقطة الاستعادة اللي عملتها وكمل معه ورح يعمل ريستارت ويرجع يشتغل وهيك خلصنا لا تنسى اللايك والشير والاشتراك لو سمحت نراكم على خير السلام عليكم شكرا للمشاهدين اشتركوا في القناة